أهلا بكم كل متابع الكرام في الفيديو اللي معنا النهاردة هنتكلم فيه عن أمين الهنيدي تحفظوا على جثمانه بعد وفاته وكمان هنعرف تفاصيل غريبة جدا عن حياته وإيه سبب وفاته وليه طرد الفنان عادل إمام وهنعرف النهاردة تفاصيل كتيرة غريبة عن أمين الهنيدي وإزاي توقع نهايته المأساوية الفنان أمين الهنيدي قبل ما نتكلم عنه هنتكلم عن حاجات كتير جدا الأول مرة هنعرفها مع بعض يريد زي ما احنا ما متعودين تدعموني بلايك للفيديو وكمان ما تنسوش اشتراك في القناة لو لسه ما اشتراك ناش وانفعل الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد وحصري من القناة الفنان أمين الهنيدي كانت نهايته غريبة جدا وتتوقع هو نهايته قبل وفاته الأول أمين الهنيدي كان رافض فكرة الارتباط والزواق لكن بعد سنة تقريبا من سراره على أنه ما يرتبطش بأي حد ولا حتى الزواج من أي واحدة تزوج زوجته الأولى وأنجب منها أول طفل لي وسماه صالح وخلال ثلاث سنين كان عنده ولدين كمان واحد سمى عبد الرحمن على اسم والده والتاني اسمه محمود وبعد الجواز والإنجاب كمان قرر أمين الهنيدي أنه هو يكون فرقة ويسميها باسمه وكون فعلا الفرقة المصرحية فرقة أمين الهنيدي وكان بيستعين بأصدقائه المقربين وطبعا ممثلين كتير جدا وكتاب ومخرجين وكان طبعا أمين الهنيدي في خلال السنوات بسيطة جدا يعتبر في خلال سبع سنين كان قدم واحد وعشرين مصرحية يعني بمعدل ثلاث مصرحيات كل سنة وبعد إنشاء الفرقة دي طبعا كان قريب جدا من الجمهور وحب الجمهور جدا لإنه كان فعلا بيحب التمثيل وبيحب جمهوره علشان كده لقبه الجمهور بصانع البهجة لإنه فعلا كانوا بتحققوا من قلبهم لما كانوا بيشوفوه على المصرح أو في السلمة أو كمان في التلفزيون وأمين الهنيدي كان مر بمرحلة الجامعة وما كانش موفق جد خالص بإنه يكمل دراسته واستكمل بعد كده دبلومة المعهد العالي للتربية الرياضية وتخرج منها سنة 1949 ويعتبر إنه عاش حياته حياة صعبة جدا كان دايما حياته فيها مقاسي وتفاصيل غريبة وحاول إنه يكتهد في مذاكرته علشان يوصل ويتخرج وفعلا يتخرج المرحلة اللي بعد كده أمين الهنيدي كان تعب جدا علشان يتخرج وبعد تخرجه اشتغل مدرس بس مدرس تربية رياضية وزي ما احنا ما قلنا ده ما كانش حلم حياته علشان كده اتجه للتمثيل ومر أمين الهنيدي بمراحل مهمة جدا في حياته زي برنامج البرنامج الإزاعي ساعة القلبك وعمل حوالي أربعين فيلم وكمان عرض مصرحيات كتيرة جدا زي لوكاندت الفردوس وجوزين وفرد وعبود عبدو عبود وكمان عائلة سعيدة جدا وحلمك يا شيخ علام وكل دول كانوا حاجة رائعة جدا والجمهور شهد له إنه ممثل بارع وممثل ممتاز كمان ومن ضمن المواقف الصعبة اللي مرت في حياة الفنان أمين الهنيدي وحكى عنها في أحد لقاءاته قال إنه كان انشغل عن والدته المريضة اللي كان بيرعاها في تقديم الأعمال اللي كان بيقدمها والبروفات اللي كان بيشتغل فيها فطبعا كان بيشتغل علشان يجب لها الدواء لكن البروفات والتمثيل خلوه ينشغل عنها وأثناء بروفاته اتوفت والدته وجاله الخبر وهو بيمثل أثناء انشغاله بالبروفات والتمثيل والفنان أمين الهنيدي قال إن ده كان أصعب خبر مرة عليه في حياته هو وفاة والدته وقال إنه كان بيحب جدا التمثيل ولعب القدر والظروف في حياة أمين الهنيدي خلال مشواره الفني لعبة الصدفة دور كبير جدا في بداية النجم وكمان هنقول إيه الصدفة دي الصدفة دي لما الفنان التحق بعدت كبير جدا من الفرق المسرحية وكان الفنان أمين الهنيدي كان بيدور خلال مشواره الفني في بدايته على فرقة إنه كان يمثل فيها وتظهر موهبه زي فرقة الفنان نجيب الرحاني وسافر الفنان إلى صديقه محمد أحمد المصري اللي كان شهير بأبو لمعة لما سافر للسودان وبعد كده رجع للقاهرة وانضم لبرنامج ساعة القلبك مع النجم الراحل عبد المنع المدبولي وبدأ المرحلة دي كانت مرحلة جديدة في حياته وانطلاقة فنية ليه وكان بيقبض في الوقت ده تسعة وتسعين قرش وشاءت الصدفة واللحظات اللي مرت في حياته قال إنه الصدفة دي إنه مثل شخصية الشيخ حسن اللي كانت تميمة الحظ ليه خلال مشواره الفني واللي تعتبر كانت نقلة ليه طبعا النقلة دي خلته بقى مشهور ويعرفوه في المصرح وكمان في السلمة وكان بيمثل المصرحية دي وكان طبعا كانت تميمة الحظ زي ما احنا ما قلنا وشخصية الشيخ حسن اللي مثلها كانت في مصرحية شفيقة الأبطية مع فرقة الفنانة الرحلة تحية كاريوكا وكان كمان فايز حلاوة وكان بتعتبر شخصية الشيخ حسن ادته الكتير من الثقة خليته يبقى واصل في نفسه علشان يكمل مشواره الفني وطبعا قدم عدد كبير جدا من الأعمال الفنية وكمان قدم المونولوج وكان متابع جيد جدا للفنان اسماعيل ياسين وكمان الفنانة سوريا حلمي اما هنتكلم عن نهايته المقصوية الفنان أمين الهليدي اتقال انه كان بيتابع جيدا للدجالين وطبعا الحاجات دي كانت مش صحيحة علشان كده كان حاسس انه هيموت قريب وخلال مشواره الفني كان بيتابع الدجالين لان في واحد من الدجالين قاله ان انت هتموت وهتموت بمرض خطير جدا وطبعا هو حط الكلام ده في دماغه وكان الكلام ده بيمر على أزهانه كثير جدا وأمين الهليدي خلال مشواره الفني الكبير ورحل وهو حزين وكان كمان الألم والحزن بسبب النفوقة اللي تنبأها له العراف وقال له ان انت هتموت بمرض خطير وخلال مشواره الفني فعلا مرض الفنان أمين الهليدي بمرض السرطان اللي أنهى حياته تماما وبدأت اللحظات الأخيرة في حياته في أثناء تصوير فيلمه الأخير الكتار ويتوفى في 3 يونيو عام 1986 وكمان حجزوا في المستشفى جسمانه علشان ما سددش المبلغ اللي المفروض كان يدفعوا في المستشفى علشان كده تحفظوا على جسمانه حتى سداد المبلغ وبعد كده تم تشيع جسمانه ورحل الفنان أمين الهنيدي عن عمره يناهز 60 عام وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة وذكرنا فيها أهم اللحظات في حياة الفنان أمين الهنيدي وذكرنا فيها نهايته المأساوية اللي كان بيتذكرها خلال مشواره الفني وبكده تكون خلصت حلقتنا ونرجو من حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركناش وانفعل الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد وحصري من القناة وكمان ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو تقولولي مين الفنان أو الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسرته الفنية وكمان حياته الشخصية معينا في الحلقة اللي جاية وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لينا في القناة جزاكم الله عننا كل خير